السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي الى كل الاخوة شرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي الى كل الاحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات هذه المرة حبيت بجندير رد على تصريحات سعيد بن سديرة والتي تهمني فيها من انه قمت بتركيب يعني تسجيل وقصيته وهذا التسجيل كان هو عبارة عن تسريب صوتي وانه سعيد بن سديرة يبتز في واحد من الشباب الجزائريين في القضية هذه انتاع ريضا سيتيساز وهذا امير ديزاد وتحويل اموال الى غير ذلك وقال في التسجيل انتاعه من انه واحد ما يعرفني ومع ذلك يطلب على جلباش اذا كان راني راجل ننشر له التسجيل اللي راه رايح يقوله او المنشورات هذه اللي راه رايح يقولها لهذا الشخص هذا اللي راه يمتلك الرقم انتاع السيارة والصور والمكان والى غير ذلك من التفاصيل بداية ياسي بن سديرة المنشور اللي انشرته والصور اللي انشرتها راني انشرتها لك في الصفحة انتاع المصالحة الجزائرية في التحدي انتاعك هذا وروح شمخه في الماء هذه الحاجة اللولا حاجة الثانية ياسي بن سديرة قلت باللي نوردين خبابة هذا واحد ما يعرفه مع انه نوردين خبابة هذا هو اللي عرفك في اليوتيوب ويكفي تسجيلات اللي راه منشرة في اليوتيوب اتحداك اذا كان تمتلك مثقال ذرة من الرجولة هو انك تجبد تسجيل في موقع انتاع اليوتيوب قبل التاريخ انتاع تسجيلات اللي انشرتها لك على الصفحة انتاعي اتحداك اتحداك هو انه تجبد اسم سعيد بن سديرة في محرك الجوجل قبل الحديث في موقع اليوتيوب كان اول واحد اللي هو تحدث عليك هو كريم مولاي وقال من انك عميل ولا زلت تشتغل للجهاز انتاع المخابرات وفي حديثي مع كريم مولاي حديث هذا راه موثق هو كان يتمنى على جلباش تهضر وقال اني انشاء الله نهضره وقال لي هو الى كان قدرت على جلباش تهضره اراني رايحنا نخرجه معلومات كثيرة قلت له هذه عليا هذا اللي تقول انت يا بن سديرة باللي ما يعرفش وباللي مايفهمش وباللي غبي والى غير ذلك تسجيلات انت عكرها موثقة لما كنت في سلطانة عمان قبل ما تجي البريطانيا وتصير انت تتعنطر لما كنت تتحدث فيها على زيطوت تحدث فيها على شوشان تحدث فيها على حسين هارون تحدث فيها على سمراوي وناس اخرين انت يا بن سديرة قلت لي باللي تعرفني لما كنت في الجزائر وعطيتني حادثة في فندق الاوراسي لما درنا المؤتمر تحركة الوفاء والعدل وقبل قلت لي حتى تمتلك صورة معايا يخي قلت باللي ما يعرفه حتى واحد انشر الصورة بطبيعة الحال انت يا ومن خلال الناس اللي كانوا يجمعوا معاك في لندن تسجيلة تراها موثقة راها عندي وش كنت تتحدث وتطعني في الظهر مع انه انا اللي كما قلت لك انا اللي علمتك في اليوتيوب كيفاش انت ترفع تسجيل في اليوتيوب تقول انت بللي انا واحد ما يعرفني واحد ما يعرفني لماذا اخترتني من دون الناس هذو اللي نشروا تسجيل هذا بتاع الابتزاز تعكل هذي الشاب اخترت نوردين خبابة لماذا ما هو الهدف انا مكش عدوي ولا اعتبرك عدو اذا كان حبيت انت دير روحك اركب اللي عدو سراعي ليس مع الاشخاص سراعي مع السياسة المنتهجة انا لس ضد بوتفليقة في شخص ويروح بوتفلقة ولست ضد توفيق ولا زيد ولا عمر من الناس في اشخاصهم يروحوا انا ضد السياسة المنتهجة ضد هذا الناس اللي راههم يحكموا بهذه السياسة والناس اللي راههم يدعموا فيهم والناس اللي راههم مولوا فيهم والناس اللي راههم هما يفتولهم واين على غير ذلك من المسائل تبروحك تقر من انك رك عميل انت المخابرات و pentبروحك تقر من انك انت تتشرف بالوشاية وبالعمالة لهذا الجهاز على المخابرات ليكون في علمك يا بن سديرة حتى باش ما تقولش للناس فيما بعد باللي راهم عنده خاوته راهم عنده اهل التاع انا يا اخي الاصغر لقل مني برتبة عقيد لقل مني اقل مني السن هو برتبة عقيد فانت مركش رايح تكتشف سير لانه راهم الناس اهل البلد انتع يعرفوني تاب روحك تقول بلي را واحد ما يعرفون الناس اللي التقيتهم الناس اللي تعاملت معاهم هذوك هم اللي يحق لهم الحديث معايا اما واحد كيمنتا يا بن سديرة ترك مكلف بمهمة ولقيت هذه الحرية خاصة بعد الهروب انتع بن علي وخاصة بعد تنحية الجنرال التوفيق تذكر الان راكسرت بطل كبير منذ بداية التعدودية كنت معارض للنظام واسئل الناس انتعوا المخابرات يعطيولك ربما بعض المعلومات خاطر انت ارام عندك ريزو وراء عندك الملفات فهمت يا بن سديرة اذا الكلام انتعك هذا ارميه في الماء اقسم بالله العلي العظيم يا هذا التسجيل المسرب لست انا من سرباه ولا من قام بقصه ولا من قام بتركيبه اقسم بالله العلي العظيم لست انا من سرباه ولست انا من ركبه ولست انا من قصه هاي يزيد زيد وش هي الحكاية انتعك الاخرى رايح تحكي على هذك لبازو هذيك احكي على راك كلام انتعوا راه موثق من اول يوم زيد ظاهر سراي نفس الشي راه التسجيلات راه موثقة اجيب لي شوجان تفضل تفضل رانا امام الناس قاسم بالله العلي العظيم لو كان من ريشكو مش واحد واحد ترياش نريشكم نخلعلكم الريش واحد واحد كيف ما يقولوه في البلاد ما جابتنيش مما بالواقفة فهمت نوريك انا من اكون تفضل هذا تسجيل ننشره الى الموقع انتع اليوتيوب وننقله في الصفحة انتع الفيسبوك حتى باش يسمعو الناس اللي ما يعرفون ايش وفيما بعد مثل موعدة الناس ندير للمباشر ونخلي الناس تتكلم ورهم يعرفوك الناس من تكون يا بن سديرا ويعرفوني انا من اكون وما ادعو اليه ترك منزعج من المصالحة هذا هو الشي اللي راهو زعجك ورق قلتها من انك رك ضد المصالح خليك من شخصي انا خليك انا رق قلت في ايما قلت ويجي النهار الايام وبين انا يا بن سديرا كيف ما يقولوه في البلاد غير الجبال اللي ما يتلاقوش اذا هذا الكلام اللي قلتو ما عندو حتى معناه جيب كش ما حكاية واحد اخرى كش ما تنصب وكش ما تخيط ما دامرك معروف بالتخياط وما دامرك تعرف كذا حديث انتاعي مع كيريم مولاي راه موثق من بين الاحاديث انتاعي مع كيريم مولاي تحب ان ننشر لك بعض المقاطع نبين لك هراني ننشر لك مقطع او اثنين ننشرهم لك على الموقع انتاع الفيسبوك ونخليهم من بعد الصفحات راميون قولهم تسجيل هذا لانه ضربك في الصميم باش تعرف الناس اللي حرف انتاعك قاعد انت تتعنطر على الضعفة من الناس ونشر الصور انتاعك مع اسماعيل العماري شش يلا يا ابن سديرا يا البطل المغوار يا المعارض انتاع الفين وثلتاش و الفين وربعتاش و الفين وستاش يلا لما كانوا صحفيين مثل خديجة بن قنة ومحفوظ بن حفري وتجاني مريمش وعمر مدني وكذا كانوا هما يهجروا في تلك المرحلة انت انتايا وغيرك في تلك المرحلة كنت تتسابقوا على اللي بوست تحديتني من انه ننشر لك التسجيل والوثائق اللي راك رح تنشرها على الشاب هذا هاني شرتك على الصفحة وهاني قلت لك باللي انا لست من قطع هذا التسجيل ولا من ركبوه ورا ربي شاهد انا من خاف منك ولا على بالي بيك واذا ما عندك حاجة علية تفضل ولكن بالوجه العاري بشي تروح تكتب بلي بسودو تبدأ تروج في الاكاذيب بتاعك هذيك والاغاليط والتضليل تاعك وراني نعرفك ونعرف الاساليب بتاعكم محمد تملت راهو تحت التراب والدعاوة انت الناس راهو تلحقك بنصديره في الدنيا قبل الاخيرة شهادة الزور والكذب والتضليل راهو يلحقك في الدنيا قبل الاخيرة اللي تتاهمه بالجنون وتتاهمه ب انه راهو مختل العقلين راهو قادر ربي نحيك العقل ويخليك مضحكة ويخليك مصخرة امام الناس اتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله يحجاب راهو دعوة هبطك راهو محمد تملت قال في يوم من الايام يا ابن الزانية لكان كراش الله دار معايا قلت له ربي يشل اللسان تاعك ويشل يدك ويخليك عبرة لمن يعتبر ويجي النهار اللي تولي تتمنى في الموت وما تلقاش ما دارش العام حتى عادي يتمنى في الموت فيا بن سديرة هذا الدعوة انتاع المظلومين انتاع الناس اللي دخلوا للسجون انتاع الناس اللي ماتوا الدماء اللي سالت الناس اللي رحت الاملك انتاعها راهات تخرج فيك في الدنيا قبل الاخيرة ما ينفعك غل عملتاك اما انا كنت ويلا زلت ادعو للمشروع تاع المصالحة وعارف بانه هذا المصالحة لا تخدم المجرمين لا تخدم هذا الناس المتورطين والناس اللي يديهم المسخين الناس اللي سرقوا اموال الشعب والناس اللي كانوا يسرقوا في البيبان انتاع بن طلحة الناس اللي كانوا هما يشريوا في المسروق وكانوا يديوا في في الاملكة عن الناس وانا اهلي واهل البلد انتاعي رهم يعرفوني من اكون الحمد لله الولد انتاعي معلم انتاع قرآن لأكثر من 45 سنة ورهم يعرفوا العائلة انتاعي وحتى خوتي رهم يعرفوهم الناس ولعل واحد منهم راه يدفع عليك يوما لما كنت في السجن يا ابن سديرة ولكن انا مندخلش خوية في الحساب انا اللي انتحث معك لكن كراجل تمتلك علي اشياء بالصوت وبالصورة تفضل قابلني على المباشر ونشوفو من هو المظلل ونشوفو شكون هو الانسان اللي راه يمتلك وعي ويمتلك عقل ونشوفو شكون هو اللي راه يسوق في الاوهام للشعب يلا لكن كراجل تلبسر والتع رجلة يخير راه الفيسبوك راه موجود واليوتيوب موجود تعالى على المباشر وارواح نتحدثهم في المأساة نتحدثهم بحكم وانك انت ركمتلك معلومات وراك تعرف وراك كذا انا كنت مناضل قبل ما تظهر انت واليوتيوب عرفته قبل ما تظهرت يكفيه هو انه اللي انشرت لك التسجيلات ويكفيه هو انه اللي عرفتك كيف اشتحمل التسجيلات تالي الان نراك صرت انت عندك متابعين وعندك معلقين وانا واحد ما يعرفني انا يكفيني هو انه يعرفني ربي ربي اللي هو يمتلك السماوات والارض وبيديه الجنة وبيديه النار اربي اللي بيده الصحة وبيديه المرف اربي اللي بيده الفقر وبيديه الغناء اربي اللي بيده العلم وبيديه الجهل يكفيني هو انه يعرفني اربي انا مانش نحوص على الجامات انا مانش نحوص على التعليقات انا نحوص على الرضان تعربي انا هذا الشيء اللي راني نظله من اجل ارضاء اربي وليس من اجل ارضاء زيد ولا عمر من الناس عندي مسؤولية على رقبتي تعال الناس اللي رحوا للسجون ورحوا للمعتقلات والناس اللي مازالهم مختطافين والناس الذين قتلوا والناس الذين عذبوا بحكم انني مسلم لازمني نسعى الاجل باش نرجع لهم الحقوق انت قل واش حبيت اتهم واش حبيت الرسول صلى الله عليه وسلم وراه اتهم بالجنون والتهم بالسعر والتهم بالكذاب الاشر فهذه المسألة انا ما تخدعنيش بها ولا تنتقص مني لكن انت رهم يعرفوك الحمد لله ولا يوم في حياتي هزيت قرع انتع خمر واش تربتها خاطيني ما اني انسان انتع فساد اخلاقي بالتالي واش رح تتحت تالية ما عندي ملك اراني راهو تحت يدي ما عندي والو اراني ما زالني نمشي على رجلية اذاكش ما عندك حاجة باش تخصف الارض تحت رجلية يلا افعلها يا بن سديرا ارغم انه فيه بعض الاخوة طلبوا مني هو انه رديتها لك حتى باش ما تقولش باللي ارهو خاف مني كمية ثلما رك تخوف الناس و رك تهدد فيهم و رك تتواعد فيهم سادخل الى الجزائر وندير البث المباشر من الجزائر ونقولك يا بن سديرا هي اللي رك الان تتعنطر من لندن نقولك ارواح للجزائر من الجزائر ونقولك ارواح يا بن سديرا اني في الجزائر واذا كتب ربي وجيت للندن ندير لك ثم نعدك منه ونكتب لك الوعد نكتبوه لك في الفيسبوك هاني جاي نهار لفلاني على الساعة الفلانية هاني في المكان الفلاني واذا كان كراجل في لندن ارواح هذا الشخص لا بد هو ان يتابع قضائيا بهذا الاشياء اللي رأي يقوم بها انت ابتزاز الناس وانت تهديد الناس وتخوف الناس في بلد الحريات هذه اخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته